بعد مناقشات عدة وفقت تركيا على دعم ترشح السويد وفنلندا لعضوية حلف النيتو اتفاقية امنية بين الدول الثلاث تم توقيعها في مدريد لتبديد مخاوف انقرة تجاه انشطة حزب العمال المصنف على لوائح الارهاب لدى تركيا ودول غربية الامين العام لحلف النيتو يانس ستولتنبرغ قال ان السويد وافقت على تكثيف عملها بشأن طلبات تركيا لتسليم المسلحين المجرمين المشتبه بهم مشيرا الى ان الدولتين سترفعان ايضا قيودهما على بيع الاسلحة الى تركيا فيما قال البيت الابيض ان تركيا لم تطلب اي تنازلات من الولايات المتحدة لقبولها انضمام فنلندا والسويد الى الناتو بدوره اكد مكتب الرئيس التركي ان انقرة حصلت على ما تريد وكالة الانادول قالت ان السويد وفنلندا تعاهدتا بالتعاون التام مع تركيا لمكافحة تنظيم بيكيكي وعدم توفير الدعم لتنظيمي بيدي ويبيكي ومنظمة جولان اضافة لتعاهدهما بمنع انشطة بيكيكي وجميع المنظمات الارهابية الاخرى والافراد المرتبطين بها وادانتهما بشكل واضح وصريح لكافة هاجمات التنظيمات الارهابية ضد تركيا انضمام فنلندا والسويد للناتو يتم تجهيز له تحت انظار روسيا الطرف الفاعل في الملف السوري من جهة والذي يواصل حربه في الخاصر الشرقية لاوروبا من جهة اخرى فكيف سينعكس ذلك على قصد وعمو الملف السوري